اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا اغفر لنا ولوالدين ولمشايخنا وللحاضرين وللمسلمين يا أكرم الأكرمين أما بعد فمرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم السيرة النبوية وقضايا الأمة نتناول في هذه الحلقة الإسراء والمعراج وما فيه من أبعاد وما فيه من دروس أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم كما أخبرنا بذلك ربنا عز وجل في قوله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا والإسراء كان بجسده وبروحه عليه الصلاة والسلام وقد قال الإمام القرطبي وغيره من أهل العلم هذا ما تواتر عن الصحابة رضوان الله عليهم في سائر الأمصار فهو من الأمور المتواترة ولا ينكر شيئا من ذلك إلا من كان فيه بدعته وكذلك من الذين نقلوا حادثة الإسراء والمعراج عشرون صحابيا رضوان الله تعالى عليهم وقد جاء في صحيح البخاري هذه القضية كذلك فكثبتت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على طريق القطع والتواتر وفيها من الدروس والعبر الشيء الكثير الأمر الأول قدرة الله المطلقة حيث يسخر الله سبحانه وتعالى لعباده ولأوليائه ولرسله يسخر لهم بقوته ويلطف بألطافه ويحيطهم بعنايته فانظر كيف اختصر له الزمان واختصر له المكان والقوانين الفيزياء وهذا قد وقع مع نبي الله سليمان حيث قال أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فهنا اختفت قوانين الفيزياء سواء بالكم سواء كان بالوزن سواء كان بالأبعاد بالمسافات بكيفية إخراج الأجسام بكيفية إحضار هذه الأجسام فقدرة الله سبحانه وتعالى فوق كل قدرة وكان سبحانه وتعالى يرزق مريم إلى محرابها حتى دخل عليها زكريا قال كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق قال يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله فالله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير هو الذي فلق لموسى البحر بعصا وهو الذي لطف بأهل الكهف ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعة وهو الذي مكن لداود وسليمان وعلمهما من العلم العظيم ومكنهما عظم تمكين وهو الذي مكن ذا القرنين وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا الأمر الثاني هو إمامة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمرسلين وذهابه إلى المسجد الأقصى وهذا فيه بعد لقضيتنا الفلسطينية وهي القضية المركزية قضية الأمة المركزية وفي الحقيقة هي قضية المسلمين في فلسطين وليست القضية الفلسطينية لأن تحوير وتصغير المعاني بحيث تتحول القضية إلى قضية فلسطينية معناه أنه لا شأن للبقية العرب لا شأن للبقية المسلمين وهذا من تغيير المصطلحات فالمصطلحات لها معاني ودلالات هامة جدا تنغرس في العقول وتبنى عليها التصرفات واليوم نحن نواجه حربا فكرية قبل الحرب الأخرى كذا حرب مصطلحاتية هذه الحرب مثلا كتسمية الربا فائدة وكتسمية يقال الرافعة الاقتصادية وهي عبارة عن الربا ويقال كذلك عن المسلمين المعتدلين يرمون بالإرهاب وكذلك تقسيم التيارات الإسلامية إلى تيارات سلفية وجهادية وإسلام سياسي وإسلام صوفي وغير ذلك المقصود منه زعزعة الأمة وكذلك خلخلتها بهذه المصطلحات القضية الفلسطينية الواجب فيها أولا الواجب فيها ما قاله سبحانه وتعالى وأخرجوهم من حيث أخرجوكم فيجب إخراج الاحتلال بنص هذه الآية وبنصوص كثيرة والواجب الثاني هي المصالحة الفلسطينية لأن الله سبحانه وتعالى أمر بالمصالحة فقال والصلح خير وقال سبحانه وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئة إلى أمر الله فأمر بالمصالحة في سائر شؤوننا فجمعوا الكلمة الفلسطينية أمر هام وينبني عليه المصالح الكثيرة وقال سبحانه وتعالى ولا تنزعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم فالفصائل الفلسطينية الفصائل المجاهدة القيادات التشكيلات السياسات يجب أن تصب جميعا في تحرير المسجد الأقصى وفي قضية واحدة وفي هم واحد لا يختلفون في شيء من ذلك الأمر الثالث تحريم التطبيع فإن التطبيع جريمة وفيه اعتراف بحق العدو الصهيوني في الأرض وكذلك تمكينه عسكريا وتمكينه ماليا وتمكينه سياسيا وينعكس ذلك على إضعاف القضية الفلسطينية وعلى إضعاف المسلمين من هذه النواحي الثلاث من الناحية الاقتصادية فإنه يمكن بفتح أسواق اقتصادية في بلاد المسلمين والتبادل التجاري ويصبح الشرق الأوسط وبالبلاد العربية تصبح سوقا اقتصادية لبضائعهم ولشركاتهم ولتجارهم ولأرباب الأعمال فيهم وكذلك يمكن أن يشعوا مشاريعه فكل ذلك تقوية لهم توقيع اقتصادية القوة الاقتصادية هي أهم من أهم القوى في عالمنا اليوم كذلك القوة السياسية هذا يكسبهم قوة سياسية وشرعية أمام المجتمع الدولي وفي الأمم المتحدة وأمام المنظمات العالمية كذلك قوة أسكرية لأنهم يتفرغون لإنشاء الأحلاف الأحلاف التي هم القوة الظاهرة فيها والمقابل القوة الأضعف والنقطة العضعف أخيراً ما يسمى بالإبراهيمية فيه حادثة الإسراء إشارة إلى هذا ولعل المشايق يتحدثون عن هذه المسألة ويثرونها أكتفي بهذا والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حفظك الله بسم الله الرحمن الرحيم بعد هذا العرض الطيب من فضيلة الشيخ فضل أود أن أضيف أو أعلق بعض التعليقات المهمة هذه السورة الكريمة حقيقة التي تتضمن هذه المنحة العظيمة هي في مقابل المحن التي لاقت الرسول صلى الله عليه وسلم وتحملها الرسول صلى الله عليه وسلم في نفس السنة التي ماتت فيها وتوفيت فيها هذه الأم العزيزة العظيمة خديجة وكذلك أبو طالب وكذلك لما راح إلى طائف فعلوا ما فعلوا الله سبحانه وتعالى أراد أن يقابل هذه المحن بهذه المنحة العظيمة الآية السورة التي بدأت تبدأ بالتنزيه سبحان الذي وهذه إشارة إلى أن هذه الأمة تقوم على التوحيد أن جميع أعمالها حتى معجزاتها وانتصاراتها لا بد أن تنطلق من منطلق التنزيه لله سبحانه وتعالى والعبودية المطلقة لله سبحانه وتعالى مع أن السورة مكية لا شك في ذلك ولكنها مع ذلك فورا ركزت على قضايا خطيرة جدا في علاقة المسلمين باليهود وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ربط بين هذه المنحة وبين هذا الفساد أنا أعتقد هذا نوع في حد ذاته بشارة لهذه الأمة بأنها لا يمكن أن يقابل الفساد أن يستطيع الفساد ويؤثر في التنزيه أو في أمة الموحدة المصلحة الصالحة فما دامت هذه الأمة تنزه وتوحد وتصلح ولا تفسد فلا يمكن أن تتأثر بهذه الإغواءات وهذه الإفسادات سواء كان من الصهاينة اليهود أو من غيرهم والغريب أن الله سبحانه وتعالى في المرة الأولى يعني حقيقة هناك الذي أنا أراه ووصلت إليه أن المرة الأولى كانت في عص الرسول صلى الله عليه وسلم امتدادا إلى سيدنا عمر لأنه حقيقة فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا لا يتناسب مع بغت النصر ومع الكفر والمشركين فهذه المرحلة الأولى والله أعلم والمرحلة الثانية التي نحن الآن فيها مجموعة في المرة الأولى لم تشير هذه الآيات القرآنية إلى قضية الإعلام لأن المرة الأولى الإعلام لم يكن له تأثير كبير وإنما العبودية لله سبحانه وتعالى هو صاحب والقوة المادية والقوة المعنوية والقوة العلمية والتقاسكرية لكن في المرة الثانية جاءت بالفاء فإذا جاء أيضا معناه معطوف على الشرطين الأساسين العبودية والقوة فإذا جاء وعد الآخرة اللي يسوء وجوهكم إساءة الوجوه إساءة وجوه اليهود وإبراز اليهود بأنهم محتلون غاصبون ظالمون فعلوا ما فعلوا هذا لا يمكن إلا عن طريق الإعلام ليسوء وجوهكم هؤلاء المسلمون يستطيعون أن يسوئوا وجوهكم اليوم يعني ما تفعله إسرائيل تقول إحنا مظلوبين تصور ما تفعله إسرائيل الناس يقول أهل غزة هم ظلمة ودول الصهاينة ظالمون فلذلك مهم جدا في عنايتنا بهذه الوسائل العبودية المطلقة معركتنا تتحقق بهذه الأمور الأربعة بالعبودية لله سبحانه وتعالى بالأخذ بجميع القوى العلمية والعسكرية والتقنية الإعلام القوي والقوة التتبيرية ربما توصف بالقوة المدمرة في مقابل قوة المدمرة التي عندها عند اليهود مثل القنبلة الذرية وما أشبه ذلك والخامس إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى منهج القرآن الكريم فإن شاء الله نحن موعدون بالحق وإن الله سبحانه وتعالى سينصر من يأخذ بهذه الصفات أو يتصف بهذه الصفات مع الشكر ونسى الله أن يتقبل جزاك الله تعالى خيرا شيخنا الفضلية الشيخ علي العليان بسم الله صلى الله عليه وسلم تلاحظ في قول الله تعالى سبحانا الذي أسر بعبده إضافة تشريف وتكريم ورفع مقام وكما قال الشيخ جاءت بعد المحن التي مر بها الرسول صلى الله عليه وسلم أسر بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى المسجد الأقصى لا خصوصية يعني من عهد سيدنا يعقوب عليه السلام والحضارات الربانية الكبرى الحضارات الربانية الكبرى كانت في عهد داود وسليمان وكان مقرها في تلك الديار فهي إشارة أن الوارث الفعلي لموكب الأنبياء والمرسلين للإنسانية هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمته وبالتالي هذه إشارة ربانية في العلاقة بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى له علاقة بقيادة الإنسانية والرقب الإنساني في موكب الأنبياء والمرسلين كانت الخاتم الرسالات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم والوارث الفعلي هو أمته السائرة على نهج الأنبياء والمرسلين هذه نقطة مهمة في قول الله تعالى سبحانه الذي أسرى بعبده أي تشريف وتكريم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهناك ربط بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى في قيادة الحضارة الإنسانية الربانية التي قادها موكب الأنبياء والمرسلين لأنه كان عهد الذهب لعهد سيدنا داود وسليمان عليه السلام كان مقرة في المسجد الأقصى القيادة الفعلية فمن الوارث الفعلي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمة محمد هي الوارثة لنريه من آياتنا إشارة إلى أن الإسراء والمعراج خلف الكون المحسوس يعني الأسرار الغيبية المعنوية في عالم الضوح وعالم الملكوت كان له حظ عظيم عليه الصلاة والسلام كيف لما قال وكذلك لنري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فأي من الفتوحات الربانية العجيبة ويشدني هنا موقف سيدنا أبو بكر الصديق لما قالوا له رضي الله عنه وأرضاه أن صاحبك يزعم أنه أصري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى قال إن قال ذلك فقد صدق وكيف لا أؤمن بذلك وأنا أؤمن بأن الوحي ينزل من فوق سبع سماوات ويومها سمي بالصديق رضي الله عنه وأرضاه شيخ نور الدين نور الله عليك حفظك الله دكتور بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أنا أنطلق من كلمتك الأخيرة المتعلقة بالإبراهيمية منذ أكثر من عشرين سنة عقد مؤتمر وعقدت مؤتمرات كثيرة عما يدعى ويقال أنه دين جديد أو جمع بين أديان فيما يعرف بالإبراهيمية وهي عبارة عن جمع بين شرائع وديانات وثقافات في مسمى هو يسمى الإبراهيم بالنسبة إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو مسلم وأول المسلمين ودعا بأن يكون أول المسلمين وهو على امتداد الرسالة السماوية منذ آدم إلى إبراهيم إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أذكر أنه في مؤتمر هذا المؤتمر حضره مختلف ديانات كثيرة وحضر معهم شيخ مسن مسلم على الفطرة فسمع كلاما غريبا فهم أن هؤلاء يدعون إلى جمع المسيحي مع اليهودي مع المسلم مع ديانات ربما أخرى فقام وقال لهم إذا اختلطت الأديان عليك بدينك إذا اختلطت الأديان عليك بدينك ثم قال لهم هذا العصر قائم الآن أنصحكم أن تذهبوا إلى المسجد للصلاة العصر وأنتوا في دولة إسلامية وفي بلاد الإسلامية هذه الإبراهيمية التي جاءت فيه ثم تلقوا له تعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين هذه الديانة الإبراهيمية في علاقة بحاديثة الإسرائي والمعراج أن النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد الأقصى أما الأنبياء والرسل تقدمهم في الصلاة وصلوا خلفه مأمومين فهو إمام وهم مأمومون هذه إشارة دالة على خاتمية نبوته وعلى خاتمية دينه وعلى أن الجميع بدين واحد بخاتمية الدين الإسلامي الدين واحد شرع لكم من الدين ما وص به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن نقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يشتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من يونيب إن الدين عند الله الإسلام الدين واحد وهذا الدين منذ آدم إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فصلاته بهم إماما في المسجد الأقصى ليلة الإسرائي والمعراج إمامته وخاتمية رسالته ودليل على أن إحداث وضع جديد فيه مس بالإسلام وفيه طعن للثوابت هذا كله لا أصل له ولا دليل عليه وأيضا فيما بقي من وقت في مدة السنوات الأخيرة ظهرت بدعة منكرة عظمى في الفكر وفي الدين وفي العقيدة بدعة هذا التشكيك في الإسراء والمعراج والتشكيك في بعض الأحداث وما قيل في هذا المستوى لا يشير إلى حرية تعبير أو إلى وجهة نظر وأن ما يفهم منه من مجموعه يفهم واذا قاله محاققون في الإعلام وفي الصحافة وفي البحث يفهم منه يفهم منه أنه مشروع ممنهج لأن نيل من الثوابت وضرب الأسس المكينة القوية لهذه الأمة في سيرتها وسنتها وفي قرآنها ومنح حديثة الإسراء والمعراج لذلك أدعو جميع المسلمين وبخاصة أدعو المتخصصين والفنانين والإعلامين والمؤرقين والمحاققين إلى أن يثبتوا على هذه الأحداث بإسلام وبعروبة وأيضا بألم بلغة وأن لا ينسحبوا أو أن يسترسلوا في هذه الأهواء المغرضة وأدين الله محفوظ والحمد لله رب العالمين نارك الله تعالى فيك شيخنا بسم الله الرحمن الرحيم هذه الحادثة كما ذكر المشايخ كانت عناية كبيرة بالرسول صلى الله عليه وسلم ورفعا كبيرا لمنزلته وعناية بملته وشريعته وعناية بعقيدته فهي عناية بالشريعة فهي لفرض الصلاة فوق السبع سماوات فالشرائع كلها كانت تنزل إلى الأرض إلا الصلاة رفع علىها النبي صلى الله عليه وسلم حتى فرضت عليه فوق الصدرة المنتهى في مكان يسمع فيه صريف الأقلام وكل ما مجد الله به وخص به نبيا من أنبيائه فقد أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحادثة ما ذكرت شيخنا الشيخ علي من قضية اليقين لإبراهيم قال أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال الله وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين حصل للنبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج فإن الله زلت سورتين سورة الإسراء التي تحدثتم عنها وسورة النجم التي ذكرت فيها قصة المعراج أيضا وفيها يقول الله تعالى والنجم إذا هوى ما ظل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحيو الموحى علمه شديد القواذ مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنا فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى فتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند صدرة المنتهى عندها جنة المأوى وقد أراه الله الآية الكبرى هناك ولذلك خصه بالرؤية وكلامه كما كلم موسى فهذه خصائص تشريفية لرسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك منها تشريف أمته بما زوية له من الأرض فسيبلغه من كؤمته وما عشر تيله من راته الأنبياء لأنه هو الوارث ومن أسمائه الوارث وقد قال الله تعالى إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم في موسى لليهود نحن أولى بموسى منكم فموسى يلفت الانتباه في قصة الإسرائيل والمعراج أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه مرات فلقيه في مجمع الأنبياء في المسجد لأقصى صلى الله عليه مما منه ومنهم ولقيه في السماء السادسة وعاد إليهم عدة مرات عند فرض الصلاة ثم لقيه في الرجوع وهو في قبره عند الكثيب الأحمر عن يمين الطريق ولكنت عنده لا أريتكمه قائم يصلي في قبره ولذلك قال الله فيه فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل فلا تكن في مرية من لقائه لا يمكن أن يشك في لقاء موسى فقد لقيه كل هذه المرات في ليلة واحدة ليلة الإسراء والمعراج كذلك من التمجيد الذي آتاه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أنه كان قادرا على أن يربعهم مباشرة من بيت أم هاني في مكة أو من المسجد الحرام مباشرة إلى السماء ولكن أراد أن يكون المعراج من المسجد الأقصى لخصوصية هناك تقتص بهذه القضية التي تحدثت فيها وهي قضية فلسطين والمسجد الأقصى والأرض المقدسة التي تسمىها الله الأرض المقدسة وسماها القرى المباركة والأرض التي باركنا فيها والمسجد الأقصى الذي باركنا حوله كل هذا يدلنا على خصوصية المنطقة وأثرها فكان ذلك تمجيدا حظيما لهذه الأمة ولهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بارك الله تعالى فيكم على هذه الإضاءات والإثارات التي هي كالدر المنثور ونختم أيها السادة المشاهدون حلقتنا هذه وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى أله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين تعالى لسيرة خير العباد لهدي قوي من لأكمل هادي تعالى لنمحوا همّا وغمّا ونرشوف نورا من الوحي بادي تعالى لنرفع شأن الحياة بنهج البناء وفيض السداد وهذه مجالي سبلح البلادي فأنصد تفوز به الهدى والرشادي تعالى لسيرة خير العباد لهدي قوي من لأكمل هادي اشتركوا في القناة لا ترسى ت Rachmi ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر جمع الانسي قلم